أهلا وسهلا بكم يا أصدقائي في إطار تعدادات لفروض المرحلة الرابعة للمستوى الثاني ابتدائي سنرى امتحان الثاني للدورة الثانية مادة النشاط العلمي للمستوى الثاني ابتدائي ما يسمى بفروض المرحلة الرابعة للمستوى الثاني ابتدائي مادة النشاط العلمي إذن لنبدأ الأسئلة والأجوبة السؤال الأول يقول أكتب كل اسم كل أصبع يعني طالبين منا أننا نكتب وعنا اليد نكتبه كل اسمية دي لكل أصبع حشمك يتم إذن نبدأ إذن عندنا هنا هذا يسمى الإبهام نكتب الإبهام هذا الأصبع الثاني يسمى السبابة إذن نكتب سبابة الأصبع الثالث يسمى الوسطى الوسطى الأصبع الرابع يسمى البنصر البنصر والأصبع الخامس يسمى الخنصر نكتبنا يعني كل أصبع شنو اسم دياله إذن نمشي السؤال الثاني السؤال الثاني مطمنا أكتب نمط تنقل كل حيوان يعني كيفش كيتنقل هاد الحيوان عنده بالدفتعة الدفتعة عندها القفص والسباحة إذن نكتب القفص والسباحة نعم الطائر الطائر هنا يعني كيتمشى شوية يعني هنا عنده المشي والطيران الطيران والمشي هنا إذن هنا بالنسبة التمساح فهو يعني كيسبح في الماء وكيمشي وما كيجريش ما كيخفص إذن هنا المشي السباحة والمشي نعم مشو السمكة السمكة السباحة بالنسبة الفهد يعني الجري كذلك والمشي كيمشي المشي والجري إذن المشي والجري إذن هنا كتبنا ما التنقل كل حيوان نعم مشو دبا السؤال الثالث سؤال الثالث يقول املأ الفراغ بالكلمة المناسبة عندنا مجموعة دي الكلمات نحاول الملء الفراغ بالكلمة المناسبة تزحف الأفعى تقلص آثار عضلتها عندما تتنقل على الرمل وهي تخلف لجسمها ويساعد على الزحف وتمدد إذن عندما تتنقل من الأفعى نكتب هنا الأفعى على الرمل وهي كيفش كتش الأفعى يعني الأفعى كتزحف وهي تزحف وهي تز ح ف تخلف آثارا تخلف آثارا لجسمها ويساعدها على الزحف تقلص 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 وتمدد ماذا عضلاتها عضلاتها إذن عندما تتنقل الأفعى على الرمل وهي يتزحف تخلف آثارا لجسمها ويساعد على الزحف تقلص وتمدد عضلاتها تمرين الثالث إذن عن شو تمرين الرابع كما كنلاحظ مجموعة الحيوانات مطلوب لون أعضاء تنقل كل حيوان ولون أعضاء تنقل كل حيوان ندوب الحيوان الأول أعضاء أعضاء السمكة تصبح في المياه هي أنها عند الزعانف إذن عن لون كين هادو كين هادو وهادو وهادو يعني الديل نايا هادو كلهم هما يعني اللي كيخلي السمكة تتنقل إذن عمشي لصورة الثانية هذا الطائر عنده هذا يعني اللي كيخلي يعني رجد يالو كيخلي طائر إذن عن لون هذا بالنسبة التعبان فهو يزحف يعني كيزحف يعني يعني كي تمشى بالجسم ديالو كامل إذن عن لون هذا هو كيزحف نعم كونجورو هادو هنا باش كيتنقل وكي نقص كيقفص وعمشي عند هاد الحيوان الدئب أو لبؤ كي مكان هما يعني عندهم الجنوم التي يساعدهم على الجري والمشي إذن بهذا لون كل حيوان يعني شنون التي يساعد على التنقل إذن بهذا سلينا تصحي ديالمتيحان نتمنى لكم تصحيح وشكرا وإلى اللقاء